أهلا بكم معنا على جيسر عربي قناة جيسر عربي قناة العرف في إيطاليا وهنستكمل معكم الرخصة الإيطالية من الكتاب ومعنا الكتاب وهو منوالي ونستكمل معكم الباب الـ 22 وبنتكلم على كوماندي اسبية كوماندي اللي هي بتكون يعني أدوات التحكم واسبية للمؤشرات الضوئية سنشوف ما بعد من الكتاب هنا عندنا كوماندي اسبية كوماندي وهي أدوات التحكم واسبية لها المؤشرات الضوئية اللي بتكون موجودة على الكروس كوتو أو موجودة على تبلوغ المركبة هنا كوماندي اسبية كوماندي اسبية يعني إعداد التحكم والمؤشر الضوئي ده البرويتوري أناباليانتي أناباليانتي طبعاً اللي هي الإضاءة اللي هي المنخفضة منخفضة عندنا احنا طبعاً أخدناها في باب الإضاءة الإضاءة المنخفضة احنا عارفين إنها بتنور يعني لمسافة قصيرة فبتكون الأشعة بتكون رمية على الأرض الأشعة هنا بتكون مرمية على الأرض أوكي بتكون موجودة على الأرض أوكي وهنا بيكون لها طبعاً هنا سبية أو مؤشر دوي لونه أخضر لونه أخضر ده عبارة عن برويكتوري أو برويكتوري ليه الكشفات على الباليانتي لليه الضوء المنخفض يبقى هنا كوماندو سبيا يعني مؤشر أو أدات التحكم المؤشر الضوئي ليه سبيا هذا يبرويكتوري ألا الباليانتي للكشفات الليه الدوق الواطي أو الدوق المنخفض سبيا بيرد يعني طبعا هنا بتكون الإشارة الضوئية لونها أخضر الأنباليانتي الأنباليانتي هي الإضاءة المنخفدة الأنباليانتي لا ننسى أن الأشعة ترمي على الأرض وفي نفس الوقت تكون الإضاءة اللي هي المؤشر لونه أخضر هنا كوماندو سبيا دي برويكتوري دي بروفونديتا اللي هي الإضاءة العميقة اللي أنا بسميها أباليانتي أباليانتي للإضاءة العالية الإضاءة العالية طبعا نعرفين أنها بتكون مزعجة طبعا عشان كده طبعا نحن بنتجنبها لما بنستخدمها خارج المدينة طبعا لما بتكون الإضاءة غير كافية أو ما فيش إضاءة وبنبدأ نستبدلها بالإضاءة المنخفدة لما بيكون يعني بنتقابل مع أي مركبات أو بنكون قريبين من المركبات نحن وراها بالزبط فهندرب في المراية عندها أو في أي أشخاص موجودين في الطريق بنبدأ نستبدلها بالإضاءة المنخفدة اللي هي برويكتوري أباليانتي هنا برويكتوري أباليانتي اللي هي الإضاءة العالية بتكون الأشعة بتاعتها أو الأشعة اللي خارجة منها بتكون أشعة يعني خارجة بالشكل ده بشكل مباشر مش بترمي على الأرض لأن هي بتدينا هنا بقى إضاءة لمسافات بعيدة عشان كده بتكون مزعجة دي هنا برويكتوري دي بروفونديدا اللي هي إضاءة العمق اللي أنا بسميها أباليانتي أباليانتي اللي هي الإضاءة العالية وهنا أدب تتحكم كوماندو وستبيا اللي هي المؤشر الضوئي دي برويكتوري دي بروفونديدا لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآT diplomter senior أنسى سبيا بلو يعنى بيقولونها أزرق أبحيدون أببديانتين أببديانتين هي الإضاءات العالية طبعاً تعرفين أن الفعال نفسه أببدياري اللي هو أية زغلanas أجهد الباليارة بال Pilwości تمنطي الطبيق recycl63 حتماً لا يسمي الأسفل البركس و تنوع tám bracات الإحضان هذه الجهة العلية آغم هناك الشركة ال concluding علامة لي οπο сцена يقول لها سبيا لونها أخضر طبعاً هي بتشتغل بتفضل بشكل متقطع على حسب اتجاه الإشارة اللي أنا يعني عمليها زكاة يمين أو شمال هنا كماندو سبيا كماندو سبيا يعني أداة التحكم والمعاشر الضوئي ده الإنديكاتوري دي ديريزيوني الإنديكاتوري دي ديريزيوني اللي هي نفسها الفريتش اللي هي الإشارات إنديكاتوري دي ديريزيوني الإشارات سبيا باردة يعني إشارة خضراء للإشارات اللي هي الإشارات زي ما احنا شايفين هنا إن دايماً نلاقي الحاجات اللي مرغوب فيها بتكون اللونه أخضر يعني الإضاءة اللي هي الاناباليانتي الإضاءة اللي هي المنخفضة من المرغوب فيها فرونها أخضر الإشارات مرغوب فيها فرونها أخضر ولكن يعني الإضاءة اللي هي دي أو اللي هي يعني هي الوحيدة للونها أزرق لأن هي ليست شديدة الرغبة يعني كل ما كانت المفروض نستخدمها بيكون لونها أخطر إضاءة الحمرة طبعاً بتدل على خطر يعني هنا أحمر بيبقى في حاجة خطيرة عندنا أول هنا عندنا سبيا روسا أو أول يعني إشارة ضوئية أو ماشر ضوئي لونه أحمر اللي هو السينيراسيوني لومينوسا دي بيريكولو اللي هي الإشارة الضوئية للخطر اللي أنا بسميها كواترو فريتش اللي هي الأربع إشارات مع بعض أو بسميها سينيالي دي إمرجنسة اللي هي إضاءة الطوارئ نفتكر كويس شكلها لشكل المسلس اللي داخل المربع الأحمر ده طبعاً إضاءة خطر فبيكون لونها أحمر هنا بقى الحاجات اللي بتدل على خطر كوماندو اس بيا يعني اللي هو الأدات التحكم ومؤشر الإشارة الضوئية دي السينيالي دي إمرجنسة اللي هو سينيالي المؤشر الطوارئ هنا سبية رصة سبية رصة طبعاً بتكون مؤشر لونه أحمر بر إلسينيالي دي إمرجنسة اللي هو الأهمية دي إمرجنسة اللي خطر اللي هي لكواترو فريتش اللي أربع إشارات مع بعض أوكي تمام هنا عندنا لسبية دي أجنسيوني أجنسيوني يعني لسبية دي أجنسيوني دي أجنسيوني لومينوزة دي بريكولو لونه أحمر طبعاً عندنا بعد كده هنا لحاجة اسمها لونوتو تيرميكو ماشي لونوتو تيرميكو زي ما احنا شايفين كده دي اللي عندنا اللي هو ده اسمه لونوتو الزجاج الخلفي للمركبة اسمه لونوتو بيكون تيرميكو يعني بيكون حراري يعني في الحالة دي بيسيح الضباب اللي موجود بالداخل في حالة إنها يدخل يعني يكون فيه ضبابة ويسيحه أو البول عشان طبعاً ما يتركمش عشان نعرف مشهور كويس هنا في الحالة دي بيكون لونه أصفر أصفر طبعاً عشان هو بيستهلك معانا طبعاً كربورانت أو بيستهلك وقود زي ما احنا عارفين فهذا من الحاجات احنا أخذناها قبل كده نستهلك وقود هنا لونه أصفر أوكي تمام ده كوماندو لونوتو تيرميكو كوماندو اللي هي أداة التحكم لونوتو تيرميكو اللي هي بتكون للزجاج الخلفي الحراري أوكي تمام يبقى هنا كوماندو سبيا للونوتو تيرميكو اللي هي أداة التحكم وسبية اللي هي المؤشر الضوئي للونوتو لونوتو الزجاج الخلفي تيرميكو الحراري سبيا جالة يعني لونها أصفر الإضاءة لنها أصفر أو المؤشر الضوئي لونه أصفر بير بوليري اللي هي بتنظف إيل دونوتا إيل دونوتا الزجاج الخلفي اللي هو فيترو دياترا اللي هو الزجاج الخلفي بتنظفه طبعا من الضباب عندنا هنا تاني عندنا ده الزجاج الأمامي خلي بالنا هنا زجاج الخلفي في الرسمة بيكون شكله كده مستطيل الزجاج الأمامي زي ما احنا نشايفين كده شكله في الرسمة بيكون ده خط ميل وده خط ميل شكل الزجاج الأمامي الزجاج الأمامي بسميه بارابريتسا بارابريتسا يبقى الزجاج الخلفي اسمه لونوتو الزجاج الأمامي اسمه بارابريتسا هنا كوماندو دي سبوزيتيفو سبانامانتو بارابريتسا ده هنا مقل اللي هو برضو بيعمل سبانامانتو يعني اللي هو بيسيح الضباب اللي موجود على الزجاج الأمامي اللي هو بارابريتسا ده أداة التحكم وهنا طبعاً لها سبيا لونها أصفر جلو كل ده طبعاً بيسحب الوقود المركبة أو بيسحب كاربورانته كوماندو سبيا يعني أداة التحكم وسبيا اللي هي المؤشر الضوئي للديسبوزيتيفو هنا سبرينامنتو سبرينامنتو أو سباننامنتو اللي هو بيسيح يعني اللي هو بيسيح الضباب إزالة السقية من الزجاج الأمامي وهنا عندنا سبيا جالة طبعاً بيكون لونها أصفر بير بوليري عشان تنظف الزجاج الأمامي ده هنا زي ما احنا شايفين كده هنا سبريناتوري بقى برابريتسا اللي هو بيسيح الزجاج الأمامي من السقية بينظفه من الضباب أو السقية في عندنا بعد كده في عندنا هنا إضاءة الضباب الخلفية إضاءة الضباب الخلفية ده شكلها بالضبط خلينا ننهي هنا الدوق الورى مش لوق دام فيه ثلاث أشاعة بالضبط وعليهم العلامة دي العلامة دي بتميزها تمام ده للخلف لونها أصفر لما لونها أصفر بيكون يعني هي كويسة بس فيها حاجة زي ما احنا قلنا فوق في حكاية البرابريتسا أو الناتو في الحالة دي بيكون فيها ايه بتستهلك وقود هنا ايه المشكلة اللي فيها المشكلة اللي فيها ان هي بيكون لونها أحمر دي لما بننورها بيكون لونها أحمر فبتزعج الناس الورارة بس احنا لازم ننورها في أوقات معينة ومنها ان احنا ما نكونش بنشوف الضباب يعني لأقل من يعني مسافة معينة يعني مش شايفين كويس وريبين جدا فبالتالي هنا احنا بنضطر ان احنا نشغل إضاءة الدباب أوكي ولكنها بتكون مزعجة فهي مشكلتها ان هي مزعجة أوكي حاجة تانية في إضاءة الدباب ان بنستخدمها طبعا في حالة لما بيكون في يعني أنطار غزيرة أو أحوال جوازة جدا تلجي غزير الكلام ده كله فدي اسمها فندي نيبيا بوستريوري فندي نيبيا بوستريوري اللي هي إضاءة الدباب الخلفية دي مش يعني بتقول فيها حاجة أصفر كده بقى فيها إن أخضر مستحبة جدا طبعا والزرقة الوحيدة اللي هي اللي هي مؤشر الضوئي مؤشر الضوئي دي لا لوتش فندي نيبيا يعني للإضاءة اللي هي فندي نيبيا إضاءة اللي هي الضباب بوستريوري الخلفية سبيا جالة طبعا هنا المؤشر الضوئي دول ثلاث أشعة نخلي بالنا وعليهم العلامة دي اللي بتميزهم ده هنا دي عبارة عن فندي نيبيا يعني ضد الضباب أو كي أو إضاءة ضد الضباب أو الشبورة يعني ولكن الأمامية هنا زي ما احتشافين لونها أخضر لأن دي حلوة جدا جدا دي يعني فكرة إضاءات من الإضاءات الممتازة إذا كانت طبعا السيارة أو المركبة بتحتوي عليها لأنها بتكون بترمي على الأرض بتنور كويس جدا ما بتزعجش أي حد أوكي فعشان كده لونها أخضر تمام دي فندي نيبيا أنتريوري فندي نيبيا أنتريوري اللي هي إضاءات الضباب الأمامية عندي هنا كوماندو سبيا يعني إشارة التحكم وهي سبيا المؤشر الضوئي دي لوتشي فندي نيبيا أنتريوري لإضاءات الضباب الأمامية سبيا فردي تحبة فندي نيبيا دي لإضاءات الشابورة وإضاءات الضباب الأمامية تمام في بعد كده عندنا هنا سبيا دي ريزيرفا كاربوراند يبقى هنا الوقود الاحتياطي يعني أنا عندي البنزين قرب يخلص لونها أصفر طب لين لونها مش أحمر لأنهم مخلص يعني أنا بس إيه بديك قبلها ده هيمشيك لأقرب مكان ممكن أن أنت تعمل في تمويل للبنزين أو للوقود تبع المركبة مفيش أي مشكلة خالص فعشان لونها أصفر أصفر يعني في حاجة غلط بس يعني مش خطر فادح يعني أوكي فهنا لونها أصفر سبيا ريزيرفا كاربوراند اللي هي احتياطي الوقود أوكي هنا سبيا دي ريزيرفا كاربوراند اللي هي مؤشر جالة دي ريزيرفا كاربوراند سبيا جالة يعني هنا الإضاءة أو المؤشر بكل أصفر دي ريزيرفا كاربوراند لإحتياطي اللي وقود هنا عندنا في تاني عندنا سبيا دي لتمبراطور سبيا دي لتمبراطور دي لكويدو هنا دي رفرد رفرد دمين يعني هيا شارة أو مؤشر الضوئي لدرجة الحرارة للسائل اللي هو السائل التبليد خلي بدنا الحاجات دي سبيا بس اللي فوق كان فيها كمان كوماندو كوماندو يعني أنا بفتحها بمزاجي يعني في عندي أدالة التحكم أنا بفتح أنا أنا اللي بقشعل أنا بليانتي أو ليا بليانتي أو أنا اللي بقشعل فيندينيبيا سواء بوستريوري أو في حاجات أنا اللي بقشعلها بنفسي في حاجات أنا اللي بقشعلها بنفسي أوكي فبقى فيه كوماندو ولكن هنا سبيا هي بتنور لوحدها أوكي نعم اللي فاتوا دول أنا عشفر من الكوماندو والكوماندو يقوم بنور لي سبيا معينة أوكي بيقول لك خلي بالك انت شغلت هذا نعم سبيا هنا بتنور لوحدها يعني هي بتنبهني الحاجة موجودة أوكي عندي هنا سبيا احنا قلنا تمبراطورة يعني اللي هي مؤشر درجة الحرارة مؤشر الدول للدرجة الحرارة دول السائل دي رفر دامانتو بسائل الدبري بيكون لنها أحمر هنا بتقول ان في مشكلة في الحرارة أوكي طبعا نخلي بقنا جدا هنا الحرارة عالية يبقى هنا سبيا رصة يبقى هنا سبيا رصة طبعا لنها أحمر حاجة خطر لما تكون رصة تبقى حاجة خطر دالة تمبراطورة لدرجة الحرارة دال الاقوى اللي هي المياه طبعا احنا عندنا بنحط مياه بس هو مفروض بتحط السائل كده ملون مثلا هنا لونه أحمر أوكي فهنا لما تكون المياه سخنة جدا نقف ثورة نركن ونقف على جنب عشان كده في مشكلة في الموضوع تمام خلي بنا طبعا ونفتح عشان يعني فيش حاجة تيجي علينا فإحنا بنستنى لما تبرد أكيد ناص بيا دالة تمبراطورة يعني اللي هي مؤشر الضوء لدرجة الحرارة دال الاقوى للماء دي بكلونه أحمر السيمبول رفيقراتو العلامة الموضحة السيمبول اللي احنا عارفين اللي هو دا دا كده السيمبول دا اللي هو موجود جوا الاسبية اللي هلونها أحمر السيمبول رفيقراتو يعني الرمز اللي هو المشار إليه إبوستو موضوع سونا سبية دي كلونه رسو موجود على مؤشر دو اللي أحمر ونسبية أتشيزة دي كولور رسو يعني مؤشر ضو مفتوح أو مشعل ذو لون أحمر كونترا السيمياتو متعلم أوكي دا السيمبول دي فيجورة من المؤشر اللي هو اللي احنا شفنا اللي موجود في الشكل إندية من المؤشر رسكالدام يعني سخونة مبالغ فيها للموتور أو للمحارج السيمبول رفقراط يعني الرمز المشار إليه أو الموضح إيه موجود سلا سبية على المؤشر الدو إيه 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 اللي يوشير إلى الأكسسيفة температура دراجة الحرارة المبالغ فيها دل liquido دي رفردام دي سأل التبريد للموتور للموتور السيمبول رفقراط الإشارة أو الرمز الموضح إيه بوستو موضوع سؤونة سبية على مؤشر الدو إيه إذا كانت مشتعل المؤشر الدو إيه إيه بيشير إلى كالتمبراطور دل liquido يعني درجة حرارة السائل دي رفردام دمينتو يعني سائل التبريد سوبر يعني بتفوخ اللي المت ستابلي يعني الحدود اللي هي يعني بتحددها دل كوستروتوري يعني اللي هو بيحددها إيه الكوستروتوري اللي هو المصنع أو الشركة المصنعة أوكي درجة الحرارة زادت عن الحدود المفروضة السيمبول رفقراطو يعني الرمز المشار إليه إيبوستو موضوع سولة سبية على مؤشر ضوئي كإنتجرة يعني مضاف إلى الإنديكاتور دل التمبراطور يعني للمؤشر الحرارة دل اللي كويدو دير رفر الدامنتو للسائل المبرد كتشير كولا نلمطور نلمطور الذي يدور في المطور أوكي تمام بعد كده في عندنا هنا سبية دل بطيرية سبية دل بطيرية هنا لناها أحمر معناها إن فيها حاجة خطر لما تكون حاجة خطر بتكون هنا لونها أحمر طبعا الحاجات التي تولى لوحدها يعني بتبدأ أن تشعل لوحدها ليس أنا اللي بطيرية لا لنهج كوماندو حسنا هنا سبية دل بطيرية هي بتقول البطيرية ما بتشحنش الدينامو ما بيشحنهنش حسنا حسنا هنا أشوف الموضوع لأن يعني طبعا حاجة أكيد فيها خطر هنا سبية لبطيرية اللي هي مؤشر البطيرية البطيرية هنا سبية رصة دي هنا كاركة هي مش بتقول البطيرية يعني خلاص انتهت ولا لازم ارميها ولا غيرها ولا الكلام دا يقول هي ما بتشحنش الدينامو ما بيشحنش سبية رصة يعني هنا مؤشر بونه أحمر دي كاركة دي البطيرية اللي شحن البطيرية الجينيراتوري الجينيراتوري اللي هو الم Aware الدينامو او الجينيراتوري او ممكن اسميه Alternatore Alternatore او جينيراتوري اللي هو الم Loud non sta كاركando البطيرية لا يشحن البطيرية ما بيشحنش البطيرية او تمام هنا هنا سبية دي كوري رصة يعني هنا مؤشر الضوء الضوء أحمر يعني متعلم من الشكل الأمامنا أو الرمز الأمامنا الرمز طبعاً اللي احنا عارفينه اللي هو مؤشر البطارية ده هو ده الرمز ده معناه طبعاً البطارية ما بتشهنش سيئة شيئة إذا كان مشتعل دورانت المارشة أثناء السير إينديكا بيشير إلي إيل جينيراتوري اللي هو المولد دي كورينت مولد الطيار نون كاركة البطارية لا يشحن البطارية البطارية معنا هنا نسبية دي كورين روسو يعني عندنا مؤشر دوء لونه أحمر كونترا سينياتا يعني متعلمة ده السيمبول اللي احنا شفناه هو شكل بطارية سيئة شيئة إذا كان مشتعل دورانت المارشة أثناء السير إينديكا بيشير إلى كيلة بطارية أن البطارية هنا نون سيستاريكاريجاندو لا تشحن كومي بريبيستو كما هو متوقع أوكي وناسبية دي كورين روسو يعني مؤشر دوء لذو دوء أحمر كونترا سينياتا يعني متعلم ده السيمبول دي فيجورة من رمز الموضح اللي هو رمز البطارية هنا سيئة شيئة إذا كان مشتعل دورانت المارشة أثناء السير إينديكا بيشير إليك اللي نطوري اللي هو الألترنتوري الألترنتوري اللي هو الجنراتوري اللي هو الموالد نون سيستاريكاريجاندو لا يشحن إيه البطارية البطارية السيمبول الرفيجوراتو يعني الرمز الموضح سيئة كولوكاتو إذا كان موضوع سيئة نسبية على مؤشر دوءي دي كولور روسو اللون أحمر بيسمح دي كبير يعني نحنا نفهم سيئة البطارية إذا كانت البطارية بياني كوريتامنت ريكاريكاتا إذا كانت تشحنت بالشكل يعني مضبوط أو مانو أو لا دلالترنتوري دلالترنتوري يعني من خلال الموالد أوكي طبعا بعد كده عندنا دي أخطر واحدة طبعا دي هي دي أخطر واحدة هنا اسمها سبيا دي لا بريسيوني دي لونيو لو مؤشر ضغط الزيت دي لازم أقف فورا دي كارسة دي سبيا بريسيوني دي لونيو أوكي مؤشر ضغط الزيت خلي بلنا منها كويس دي أخطر واحدة دي خطر جدا جدا طبعا لونها أحمر أو كي سبيا روسة دي لبريسيوني دي لوليو طبعا بيكون لونها أحمر وهي ضغط الزيت بريسيوني دي لوليو سي أتشين دي يعني إن هي بتشتعل كواندو لابريسيوني تروبو تروبو باسا يعني لما بتكون ضغط الزيت منخافت جدا بيزونيا فرمارسي سوبيتو نقف فورا هنا هاشكلين لسبيا دي لابريسيوني دي لوليو يعني اللي هي مؤشر ضغط الزيت هي دي لوليو روسو يعني لونه أحمر إل سي مبولو رفقراتو يعني الرمز الموضح طبعا الرمز دا هو الرمز دا حكي قطر جدا موجود طبعا على سبيا لونها أحمر حكي إل سي مبولو رفقراتو الرمز الموضح إي بوضو سوء 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 لوبريفقانت دل مطور لزيت المطور لوبريفقانت دل مطور اللي هو زيت التشحيم المطور لزيت المطور لوبريفقانت دل مطور لل مطور اللي هو الزيت للمطور وهنا السي مبول رفقراتو الرمز الموضح بو أسري ممكن أن يكون بوضوح سوء نسبية على مؤشر ضوء إلوتي روس يعني بدو إيه بإضاءة حمراء ونسبية دي روس يعني مؤشر ضوء لونه أحمر متعلم من خلال الرمز دي فجورة الموضح بالشكل إذا كان مطفي خلاص مطفي ما فيش مشكلة خلي بالنا إذا كان اتشيزا ولا سبينتا يعني هنا لو سبية كانت اتشيزا مشتعلة في عندي خطر لما لو سبية سبينتا خلاص ما فيش خطر كله تمام إذا كانت مطفية دوران تلا مارشا أثناء السير انديكا بتشير إلى كيلة بريسيونة إن ضغط دي لوليو ضغط الزيت دي لوبريفيكاسيونة دي المطور اللي هو زيت المطور ريجولارة يعني على ما يرام تمام حلوة جدنا فوش اي مشكلة ما هي مش مشتعلة هي سبينتا وناسبية دي كولوري روسو يعني هنا عندنا مؤشر ضوءي ضوء أحمر كونترا سنياتا يعني متعلم ده السيمبولو دي فجورة من الرمز الموضح سيئة تشيزة إذا كانت مشتعلة للاسبية يعني للمؤشر الضوءي دوران تلا مارشا أثناء السير انديكا بتشير إلى إنسوفيشينت بريسيونة يعني ضغط غير كافي دي لوليو دي لبريفكاسيوني دي المطوري لزيت إيه المطور وناسبية يعني مؤشر ضوءي دي كولوري روسو ليلون أحمر كونترا سنياتا يعني متعلمة دالسيمبولو دي فجورة من الرمز الموضح سيئة تشيزة دوران تلا مارشا إذا كان مشتعل أثناء السير انديكا دي الرستار يعني بيشير إلى أن توقف سوبيتو فورا المطوري هنا بير إفتاري يعني نوقف فورا هنا المطور فورا كارسة هنا العربية هنا ممكن تجيب مطور أوكي اللي هي السيارة نفسها وديكرو هنا خلاص ممكن يحصل مشكلة جامدة في المطور لازم نوقفه مرة على طول هنا ممكن بير إفتاري جرافيداني عشان ويحصلش إيه يعني خسائر كبيرة جدا أوكي ده هنا بيقول إن في مشكلة في الفرامل هنا سبيا فراني في مشكلة في الفرامل سبيا بالمال فيungen الفراني يعني في مشكلة في الفرامل في عطل في الفرامل في مكان ما أوكي هنا سبيا روسة طبعا لونها أحمر حاجة خطيرة بس أخطر واحد عزيزة يعني الفرامل مش شغلة كويس أروح أراجعfig عليها أعمل علىها كنتروله. اوكي اشوف ايه هنا الليكويدو يدراوليكو اللي هو للفريني اللي هو السائل الفرامل او زيت الفرامل ابدأ اشوف اللي هي الجلب ابدأ اشوف اللي باستيك اللي هي تيل الفرامل اشوف اي حاجة في الفرامل المشكلة يعني الشكل الموضح او الرمز الموضح موضوع على سبيا او على مؤشر ضوء لونه احمر اللي هو ده الشكل ده نخلي بنا منه اوكي هنا عندنا السيمبول رفيجوراتو الشكل الموضح او الرمز الموضح كنترالسينياتا كنترالسينية يعني بينوه عن او بيشير الى لسبيا يعني المؤشر الضوئي دي فونسيورامنتو ديفتوزو يعني عمل يعني غير صحيح يعني في مشكلة في عندي ديفتو عندي يعني عدم شغل بشكل جيد اوكي دي اونا بارتي دي اللي مبيانتو فرنانتي في جزء من اجزاء انظمة الفرامل يعني هنا بيمثل مؤشر خلل خلل ديفتو يعني كيه خلل في جزء من نظام الكبح اللي هو نظام الفرامل اوكي بعد كده هنا طبعا احنا هنا الشكل عندنا نفتكره مرة تانية اللي هو ايه الشكل ده اوكي طبعا بنكمل على نفس الشكل هنا عندنا ايه عندنا بيقول ان اونا سبيا دي كولوري روسو يعني مؤشر ضوئي بدو احمر كونترا السينياتا متعلم دل سيمبولو دي فيجورة من ايه الرمز اللي احنا شفناه اللي هو موجود بالشكل سي اتشيزا اذا كان مشتاعي اوكي دورانت الامارشا اثناء السير بو سينيالاري ممكن هو يكون بيشير الى بيعلم اونا اتشيزا اوزورا يعني استهلاك مبالغ في مفرد في دل جوارنزيوني جوارنزيوني اللي هي جلب الفرامل اوكي بسميها حواشي او كده جلب الفرامل دل يليمانتي فرينانتي اوكي يعني جلب اللي هي ايه اجزاء الفرامل كون حاجات جلب كده منها اسود الفرامل اسمها جوارنزيوني او ناسبية يعني مؤشر ضوئي دي كولوري روسو لونو احمر كونترسينيات بتتعلم دالسيمولو دي figura من السيمولو من الرمز اللي موجود عندنا سيه اتشيزا ازا كانت مشتعلا دورانت الامارشا اثناء السير بو سينيالاري ممكن ان هي تكون بتوشير الى لوس كارسو ليفلو يعني المستوى المنخفض دلليكويدو ايدراوليكو ديفريني لزيت الفرامل زيت الفرامل بسميه الليكويدو ايدراوليكو ديفريني يعني السائل الهايدروليكي للفرامل وناسبية يعني اللي هي المؤشر ضوئي دي كولوري روسو لونو احمر كونترسينيات متعلمة دالسيمولو دي figura من الشكل اللي احنا شوفناه سيه اتشيزا ازا كانت مشتعلا دورانت الامارشا اثناء السير كمبورتا يعني دي بروفود بروفود رابدامente المفوض نحنا نشوف فورا اونا مانوتنزيوني مانوتنزيوني يعني نعمل سيانة ريباراتسيوني وإصلاح دي الامبيانتو الامبيانتو فريرانتو لأنزمة الفرامل اللي نعمل لها فورا إيه سيانة وإصلاح اوكي بعد كده عندنا العلامة دي نخلي بدنا العلامة دي بوها كلمة P P حتى قيم الكلمة بركيجو اوكي P دي بقا اللي هي فرامل الإيد اللي هي اسمها فرانو دي ستاسيونامنتو فرانو دي ستاسيونامنتو او بسميها فرانو امانو اوكي انا في الحالة دي فيش فيها مشكلة لحاجة بس انا ماشي وانا ما نزلتهاش بالآخر فبيقولي خلي بالك نزل فرامل الإيد اوكي يعني مجرد ما شوفها ومنزل فرامل الإيد لأن انا كده ايه يعني بتنبهني خلي بالك فرامل الإيد مرفوعة اوكي تمام يبقى هنا سبيا دي ستاسيونامنتو دي بيكون جواهة حرف P خلي بالنا لما الفرامل بشكل عامل هي علامة التعجب اللي فورا اوكي الفرانو امانو انسريتو يعني فرامل الإيد موجودة ميسو محطوطة اوكي خلي بالك لسبيا دي الفرانو امانو ادي كولور روسو طبعا بيكون لونها احمر فرانو امانو او فرانو دي ستاسيونامنتو اوكي عندي هنا طبعا الشكل ده شكل حزام الامان اكيد لونه احمر دي هنا سبيا تينتورة دي سيكوراتسا يعني هنا لأحزمة الامان لبعا المؤشر الضوئي لأحزمة الامان هنا سبيا روسا بيكون لونها احمر طبعا سبيا روسا اوكي دي شنتورة دي سيكوراتسا يعني لأحزمة الامان سي اتشيند يعني بتشتعل اللي هي المؤشر الضوئي ده اسوانا و كمان بتعمل صوت اسوانا عندما تكون احزمة الامان نونسونو اللتشاتة يعني غير مربوطة اوكي نونسيبو دي ساتفار ما ينفعش نحنا نسكتها فيش اي عندنا زرار بيسكتها نخلي برنا اوكي لازم نربط حزام الامان هي دي الحالة الوحيدة اللي بتسكتها هنا شنتورة دي سيكوراتسا يعني احزمة الامان هنا بارتيكولارة فيابا لين نينجوات اللي هي دي لازم يدخلوا في بعضها اوكي دي تدخل في دي تمام اوكي هنا الاسبية دي لجنتورة دي سيكوراتسا اللي هي مؤشر الضوئي لحزمة الامان هي دي كولوري روصو يعني لونه احمر اكيد السيمبول رفغوراتو اللي هو السيمبول ده اللي هو الرمز اللي في حزام الامان ده موجود على السبية طبع لونها احمر اوكي تمام الاسبول رفغوراتو اوكي رفغوراتو رفغوراتو اللي هو أحمر كي اتشيزا إذا كان مشتعل دورانت المرشة أثناء السير يندي كي يشير إلا كي الكندوشينت النصائق أو un passager أو راكب نون أنو انتصاتو لشنتوري سيكوريتسا يعني لم يقوموا بربط أحزمة الأمان. أوكي. لصبية رصة يعني المؤشر اللي هو الأحمر كونترا ديستينتا دالسيمبولو إن فيغورة اللي هي بتتعلم السيمبولو من الرمز اللي هو اللي احنا شفناه سيأتشيزا إذا كانت مشتعلة دورانت المرشة أثناء السير ينجنري يعني بتكون في العموم يعني أبنات بيكون معاها أدون سينيالي أكويستيكو سينيالي أكويستيكو يعني هي بتكون في سوانو يعني بيكون في قرس كده معاها في صوت معاها في منبه صوتي يعني بيعمل ما بيسكوتوش طبعا خالص غير لما بنضع أحزمة الأمان وبكده بيكون خلاصنا الباب الـ 22 بس نراجع مع بعض السريعا كده أشكال يعني الكوماندي و لسبيا أوكي يبقى هنا خلينا ناخدها من الأول أوكي تمام خدنا أول واحدة ده كوماندو اللي هو اللي إحنا بندوس عليه أوكي لأننا هنا بنتحكم فيه سبيا يعني هي بتنور أوكي في حاجات فيها كوماندو أنا بتحكم فيها وبتظهر لي سبيا اللي هو المؤشر الضوء في حاجات بيزن المؤشر الضوء مرة واحدة ده هنا عشان ينبهني أوكي طبعا هنا اللي بينبهني ده ما بيكونش لونه أقدر خالص يعني اللي بيكون لونه أقدر لنا بفتحه لما اللي بينبهني ده بيقول لي فيه مشكلة عمره ما يكون إيه ما يكون لونه أقدر تمام؟ أوكي عندي هنا طبعاً هنا دي برويطوري أناباليانتي بيكون لناها أخضر لإننا طبعاً مفروض نفتحها في مواعيد معينة ومفروض تكون مفتوحة على طول في طرق معينة والمركبات معينة فبالتالي لازم نكون لناها أخضر طبعاً أشعة بتاعتها بترمي على الأرض خلي بدنا الأشعة هنا بترمي على الأرض ما فيش أي حاجة هنا عليه أوكي أشعة بترمي على الأرض أوكي يبقى ده هنا بتكون لونها أخضر أوكي ده الإضاءة الخفيفة أو الإضاءة الضعيفة اللي هي طبعاً بتكون برويطوري أناباليانتي اللي هي الإضاءات المنخفضة أوكي هنا الإضاءات العالية الوحيدة اللي لونها أزرق دي طبعاً بتكون مباشرة أوكي في الحالة دي اسمها برويطوري دي بروفونديتا اللي هي أباليانتي اللي هي الإضاءات اللي بتزغل الإضاءات العالية أو إضاءات اللي هي العميقة تمام؟ أوكي دي الوحيدة اللي لونها أزرق خلي بدنا بترمي قدام كده تمام اوكي دي بيبقى لها بكماندو طبعا لأن انا بشغلها ايه براحتي انا اللي بشغلها هنا اه انديكاتوري دي دريتزيوني او ليفراتشي طبعا انا اللي بشغلها دي بتكون ليها سبية لونها اخضر لان Lizzy حاجة مطلوبة طبعا او انا بعم بغير اي كرسية ولا حاجة ولا هعمل اصفولتا او اي حاجة او أصفباسو فأنا بشغلها حاجة مطلوبة مني حاجة حلوى يعني عندي هنا طبعاً هنا ده أنا بشغله لونه أحمر بس أنا لأشغله برضو عشان كده ليه كوماندو ففي الحالة دي بتكون ليها سبية لونها روسة دي إضاءة الإمرجنسة إضاءة الطوارئ أوكي اللي هي سينيال دي إمرجنسة أو بسميها سينيال سوني لومينوس دي بريكولو هي إضاءة الإضاءة الضوئية للبريكولو للخطر أو بسميها ساعات كواترو فريتشة الأربع إشارات مع بعض أوكي طبعاً هنا أحمر لأن هي خطر ليه كوماندو أنا اللي بتحكم فيها أوكي هنا فيه كوماندو برضو أنا اللي بتحكم بتحكم في إيه؟ فإن أنا هنا أشغل اللونوتوتو تيرميكو ده كوماندو اللونوتوتو تيرميكو اللي هي بيسيح لي الشبورة أو السقيع اللي موجود في الزجاج الخلفي بيسخنه كده ده زجاج حراري الخلفي طبعاً ده لونه أصفر ليلاً إنه بيستهلك كربورانت فبيقول لي خلي بالك يعني سيني منه أوكي تمام وعندي الأمامي بيكون بالشكل ده خلي بالنه لونه أصفر برضو إنه بيستهلك كربورانت بيستهلك وقود ده هنا كوماندو دي سبوزيتيفوس باناماندو بارابراتسا هنا بسيح بالسقيع اللي موجود في الزجاج الأمامي حالة دي بسخن الزجاج الأمامي أوكي عندي هنا خلي بالي دي الورا دي هنا إضاءة خلفية أشلو قدام وفيها ثلاثة بس أشعة وفيها العلامة دي اللي قطع عليهم دي فندينبيا بوستريوري فندينبيا بوستريوري يعني بتنور الورا أثناء إضاءات الضباب الخلفية أو إضاءات الشبورة الخلفية دي في الحالة دي بتعمل من ايه بتنورها في ظروف معينة إن هي بتكون مزعجة للمركبات اللي وراء لأن لونها نفسه لون اللمبة نفسه أحمر فبيكون مزعجة جدا بيحسس اللي وراي إن أنا دا استعى الفرامل على طول بس أنا بستخدمها فلأوقات اللي أنا مضطرة استخدمها فيها أوكي عندي هنا إضاءات الشبورة الأمامية لا دي لطيفة جدا زريفة جدا لو طبعا المركبة مزودة بيها لأن هي بتنور كويس وبترمي على الأرض أوكي تلات أشعة وفيهم الحتة دي أفرق ما بينهم وبين طبعا الإضاءات اللي هي الأرباليان أوكي دي فندينبيا أنتريوري أوكي اللي هي الأمامية عندي هنا طبعا هنا ريزيرفة كاربورانت دي ظهرت لي لوحدها ما عنديش هنا طبعا كوماندو هي ظهرت لوحدها بتلي خلي بالك إحتياط الوقود عندك قرأ بإيه ليه خلاص لأنها أصفر لأنها مش خطيرة جدا هاوصل لأقرب إيه محطة وقود وإيه أحط وقود ما فيش مشكلة خالص أوكي هنا أحمر يبقى فيه خطر هنا دي درجة الحرارة اللي هي تمبراتورة للليكويدو دي رفريدامنتو للسائل اللي هو بيبرد المطور اللي هو المية اللي بتبرد المطور أعف على جنب وصلنا ما تبرد خالص كده السيارة وبعدك هشوف إيه أفتح واشوف إيه المشكلة تمام؟ أوكي وهنا عندنا إيه تاني عندي هنا شكل البطارية ولونها أحمر دي سبيا رصة دي هنا سبيا بتقولي البطارية ما بتشحنش عندي حاجة اسمات جينيراتوري أو بسميه ساعات ألترناتوري ده ما بيشحنش اللي هو الدينامو أو المولد ما بيشحنش البطارية نعم البطارية حلوة وزي الفل هي بس شحن مشكلة في الشحن أوكي وعندي هنا كمان لونه أحمر تاني عندي هنا دي أخطر واحدة هنا الزيت أخطر واحدة أوكي يبقى هنا دي بريسيوني دي لوليو اللي هي ضغط الزيت ماشي نخلي بالنا جدا طبعا هنا نقف فورا عشان ما يحصلش جرابي داني أو أخطار شديدة جدا في المطور خلي بالنا السؤال ساعات بيجي إن هي سبينتة سبينتة يعني مطفية لا يوجد أي حاجة يعني كله زي الفل أوكي ثمان بعد كده في عندنا اي تاني ممكن يصهر لنا ممكن هنا طبعا اللي هي علامة التعجب يبقى في مشكلة في نظام الفرامل يبقى نبدأ نشيك على نظام الفرامل كله ونشوف إذا كان في مشكلة سواء بقى زيت الفرامل اللي هو دراونيكو ديفريني أو اللي هو اللي ممكن يكون جورنيتسيوني اللي هي جلب الفرامل أو أي حاجة من من يعني أنظمة الفرامل نشوف إيه المشكلة اللي فيها دي علامة التعجب بس نخلي بالنا هنا علامة دي جوها بي معناها باركيجو يعني معناها أن فرامل الإيد اللي هي فرانو دي ستاتيونامانتو أو فرانو أمانو بتكون إنسريتة يعني موجودة خلي بالك نزلها للآخر أنت ما نزلتهاش كويس هنا علاجها بس نحن ننزل فرامل الإيد وخلاص هتتتفي هنا حزام الأمان معناها أن أحد الركاب أو السائق يعني مش رابط حزام الأمان أو أكتر من واحد بس ده ما بتسكتش لوحدها معها كمان يعني منبه صوت يعني سوانو بتبدأ ترن معنا ما بتتطفيش من أي زرار موجود معنا هي لازم نضع أحزمة الأمان عشان تطفي أوكي وبكده بنكون يعني انتهينا من شرح الباب الـ 22 من الكتاب أتمنى يعني أنه يكون شرح وافي بالنسبة لحضراتكم وأشكركم وأتمنى أن أنتو تدعموني بعجبتكم ومشاركتكم وتعليقاتكم وتابعونا دائما على الجهاز العربي ولو في أي أسئلة احنا بنرحب بأسئلتكم شكرا لكم ونلتقي في الحلقة القادمة شكرا